مرحبا بكم في قناة دي دي سامودي وهو الخل وكيفاش غدينتعاملوا معه في تربية الارانب ويعني اسموهم الامراض اللي ممكن ان الارانب دينا يتصابوا بها ويداويهم هاد الخل هاد الخل اللي هو رخيص التام كينبعد الصيدريات اللي كتنشي عندهم الصيدريات بيطارية وهاتشي عند تجريبة يعني سوّلت صيدريات يعني محلو نقولو خدام بتهوف عند بيطاري وهضر لي علاء مني كتتمشي عند البيطاري وكيعطيك تقولو مثلا عندي الارانب ديالي فيهم الكوكسيديا كوكسيديا هي لا دياري يعني كرشهم كتكون جارية عشنو كيعطيك؟ كيعطيك واحد القرعة يعني ما كيقولك شسموه المحتوى ديالا منين كتتحلها كتلقى فيها ريحة الخل يعني منين كتشمها كتلقى فيها ريحة الخل منين احضر معي الصيد قل لي يا أرا هادك غي خل عادي ما كيديروش فيه شي حاجة زيادة ولا والغيرين في الأمر أنه أنهم كيبيعوه بعشر دلاهم لقرعة صغيرة غيك داكا يعني قرعة صغيرة كتباء بعشر دلاهم كيقولك ديرها ثلاثة المرات تاربعة المرات وفعلا ما كيبقاش عندك المشكيه هاد القرعة هادي يعني ذاك القرعة الصغيرة ممكن أن هاد القرعة هادي ديالربعة دلاهمونس ممكن تدين منها واحد احنا نقولوا واحد جوج ثلاثة اربعة تستدين القنينات صغار تخيلوا استدين القنينات صغار هو نفس المفعول إذا نهضروا على هدا با درنا على هدا هدا يعني الاختلاف الأتمين نهضروا دبا على أشنك يدير هاد الخل الكوكسيديا اسموه اشنا هي بالنسبة الأرنب الصغار أو حتى الكبار وهو مني كرشهم كتجرة كتولي ما انتا ما قادرش هو الأرنب ما قادرش يسيطر على كرشو وكي ضعاف يعني كيولي ديك الفضلات ديالو ماشي مكورين مكورين مكركبين با يعني بواحد دائري بشكل دائري لا كتولي كرشو احلا يعني احنا مني كانشوفوا الكاج ديالنا يعني التربية ديال الكيجان مني كتشوفوا في الميكة يعني تحت هاد الميكة هذي بحلاكة ما كتشوفوش الفضلات كما كتشوفوهم دابا أنتوما كتشوفوا الفضلات يعني بشكل دائري لا كتلقاوا هاد جي هاك سوداء اسموه اشنا هي سوداء يعني رأى فيهم لا دياري والأولى يعني باسم علمي ديالها وهي الكوكسيديا طريقة ديال السيمان ديال هاد الخل سهلة وباسيطة يعني كتديروا معلقة ديال الخل معلقة كبيرة اللي كتستعملوا كتديروها مع ايطروا ديال الماء وهذا كيطروا ديال الماء كتفرقوه عليهم يعني افتاصات ديالهم الناس اللي ديرين الشرابات اللي ديرين هل داكل الحلامات في التيويات مهم انهم كيشربوا منهم كونهم تأكدين انه انه يعني شي حاجة خيالية يعني اه فالبلاس كيوليو كرشوهم مزيانه اه القضية ديال وش هو علاج ولا غي ووقاية انا كننصح به كويقايا الحقيقة كنا نصح به كاوي قاية هذا الخل هذا في الحقيقة يكون عندكم يعني في يعني في الصيدلية الصغيرة ديالكم يعني كما كيكون عندكم أدوية أخرى مثلا ديال تصمغ الأدون ولا الأدوية العادية اللي كتكون عندكم ديال الأرانب يكون عندكم ديماء الخل يكون عندكم بيكربوناتسوديوم لحسب انتفاخات والخل ضروري أنكم ديال ما يكون عندكم محطوط في الصيدلية الصغيرة ديالكم الخاصة بالأرانب كيف أشغل نستعملوه كاوي قاية وهي تكون عندنا واحد المذكيرة وكاتبين فيها التاريخ يعني مثلا دلنا هذا الخل أرشيناه دلنا لهم يعني في يطروا ديال الماء وكبيناه لهم كاملين نقيدوا التاريخ ديال هاد النهار ونسلناه واحد خمستاشر يوم ونعودوا نفس العملية بالتالي اسمو كنكون ودرنا كنكون ودرنا وقايا ماشي نخليوتاي مرضو عاد نديرو لهم العيلاج لا يكون عندنا واحد واحد نظام غادين بي اشن هو هذا النظام؟ اننا نكبو هادك الخل واحد يطروا ديال الماء ونعطيه لهم ونقيدوا هادك التاريخ ومنيني يوصل عليهم عوديني خمستاشر يوم اخرى اننا عودينين عودوا لهم نفس العملية وهكذا دوليك على طول حياة ديالهم وكونوا متأكدين ان هذه رغدي تكون واحد الوقاية من نوع خاص ثمان رخيص هاد القرعة ممكن ان رغدي تضرب بزاف اعتسموه هي معي القادي للخل يعني لمدة ثلث يام ما تديرو لهم ثلث يام معي القادي للخل في مدة ديال خمستاشر يوم يعني ارى شيء خيالي غدي تضرب لكم بزاف هاد ربعة جرامونس غدي تضرب لكم بزاف وفي نفس الوقت ما تسنوش للمرضي تيكون عابش تديرو لهم لا ديروها كاعلاج كاوقايا عفوا يكون كاوقايا الناس اللي ضربوا لهم الالانب ديالهم صاف يخدموا الخل مزيان ولكن يستمروا عليه يبقوا ديما غادين على الخل راه شي حاجة يعني جد جد فعالة ورخيصة في الثمن اذا اللي عجبته الحلقة ما تنسوناش في جير الجام تكيو على زر جام نزلوا سبعكم التحت وتكيو على زر جام باش تسندونا نزيدو القدام ما فيها باسي لاحل اقتراصوري وتكيو على زر جام باش تسندوني ونقصف لكم فيديويات لمهمة بحالة الفيديو درع في فيديو هادية رعا مهم في تربيق الارانب الخل تكيو على زر جام وتكيو على زر الجرس كي يصلكم جديد ديري ان شاء الله الى اللقاء في الحلقة المقبلة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر